اشتركوا في القناة وشاركة الأباء في نماء الطفولة المبكرة عن برنامج أب اليوم وشو بيتضمن هل البرنامج من يستهدف شو الإفادة منه اليوم بصير نرحب بي أضيوفي سامار سليليتي رئيسة دائرة شؤون الأسرة بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية أهلا وسهلا فيك سامار أيضا لما جراضي منسقة البرامج الوقائية بمنظمة أبعاد كمان أهلا وسهلا فيك خليني أبدأ معك لما جراضي أطلقته مؤخرا هيدا البرنامج برنامج أب شو هو بخليني نطلق من الاسم أب يعني يستهدف الأباء شو هو البرنامج شو طبيعته؟ الحقيقة برنامج أب هو برنامج تم إذا بدي كيكي نعمله أدابتاشن تحت يكون عم بيناسب الكونتكس اللبناني أو المجتمع اللبناني هو برنامج موجود بالخارج برنامج برازيلي للحقيقة مع شركائنا بروموندو استحدثنا وجبناه على لبنان تحت نكون عم نعمله شوية تعديلات حتى يكون عم بيناسب المجتمع اللبناني من اسمه هو مختصر لدور الأب بشكل عام وبشكل أساسي ويستهدف الأباء بشكل أساسي لتفعيل دورهم لإشراقهم لتكون علاقة الشراكة بين الأمهات والأباء أكثر برعاية الأطفال وتقديم الدور الإيجابة للأطفال ولكن كمان بينشغل بالموازات مع الأمهات ومع الأباء بعدد من الجلسات اللي يقدم لإنهم مجموعة كبيرة من المهارات الوالدية اللي بتعزز دور الأب وبتعزز شراكته ببناء أسرة سليمة وعلاقات سليمة أنتوا بأبعاد من قبل بلشتوا فيها البرنامج بمركزكم؟ البرنامج يعني بلش استحضاره مع التعديلات التقنية الموجودة بقلبه بشكل مباشر مع وزارة الشؤون الاجتماعية البايلوتينج تاست أو الفترة التحضيرية كنا عم نجرب على الأرض بمراكزنا المفتوحة والمساحات الآمنة حتى كمان نقوم بتعديلات مناسبة ومؤخرا أطلقنا مع الإجارة سامارس ليليتي ليش اخترتوا كوزارة شؤون الاجتماعية هيدا البرنامج بالتحديد؟ هل لأنه اليوم في كتير تحديات اليوم تواجهها الأب والأسرة بشكل عام؟ صراحة اللي حلو نضوي علي إنه هيدا أول منهج أو أول نهج تغييره بطال العيلة بلبنان نحنا ببلد فيه كتير تحديات وفي عنا حتى صغرات كبيرة إن كان على صعيد المحاسبة إن كان على صعيد وانين بطال كل أفراد الأسرة بقى الأهمية هيدا الموضوع إنه بطال العيلة بتكوينها بمرحلة الطفولة المبكرة بطال أفراد العيلة بطال السقافة بطال النهج التغييره كيف نحنا نربي أولادنا بإيجابية هيدا السر اللي خلينا نكون نحنا عم ننتهج هيدا البرنامج ونحاوله لسقافة ورح توصل لكل لبنان بواسطة مراكز الوزارة اللي منتشرة بكل لبنان لحتى نحنا نوصل لهيدا التغيير بالتربية وهيدا التغيير هو أكيد تغيير إيجابي هيدا السر صراحة بالموضوع نحنا نقدر نوصل للعيلة بواسطة السقافة بواسطة الدورات بواسطة التدريب بواسطة الشراكة بين الأم والبي وهيدا الأساس لما جراد لما بلشتوا في البرنامج قلت أنه أقلمتوا مع الوضع اللبناني هل عملتوا دراسات إحصاءات اليوم فيما يتعلق بالعائلات بمناطق مختلفة قبل ما تبلشوا بهالشراكة بينتكم يعني هيك بحب أرجع أذكر أنه أبعاد هي مركز موارد ومركز الموارد كان يعني أول أهدافه الأساسية أنه يكون عم يدرس الظواهر المختلفة الموجودة بالمجتمع وخاصة مرتبطة بالعنف والعنف ضد النساء والعنف ضد الأطفال الحقيقة حتى بخلال تقديم خدماتنا المباشرة المرتبطة بالحماية ودعم الأسرة كان كثيرا عم بيبين معنا وضعيات صعبة بمرتبطة بالتعاطل الأباء مع أطفالهم لأنه للأسف بمجتمعاتنا بنربى دايما أنه الأب دوره الأساسي هو فقط أنه يكون عم بيعمل عملية إنتاجية يعيل العائلة بس جيد بصاري ودوره إنتاجي بينما دور النساء هو الأساس بتقديم الرعاية وتم يعني هيك الإضاءة على فكرة أنه قد تكون العلاقة متفككة غير سليمة غير مبنية على قواعد أساسية بتبني هذا الجسر بين الأب وأطفاله من هون إجت هذه الفكرة ومن هون إجت خبريات تطوير تدخل بطال الأباء لحتى نعزز دورهم بالمجتمع وقلت أنه يعني بيصير فيه تجاوزات أكيد وثقته تجاوزات بإطار عم نحكي عن عنف عم نحكي العنف كان ضد الولد أو ضد الأم بالبيت وثقتوا هالشيء أنتوا كمنظمة أبعاد للأسف أبعاد وغيرا من المنظمات وحتى مع وزارة الشؤون وقوى الأمن الداخلي حصائيات بتبين بآخر فترة ارتفاع نسبة العنف الأسري بطريقة كتير كبيرة خاصة بعد جائحة كورونا والعزل المنزلي اللي قعدنا فيه لفترات طويلة إذا بدك اضطروا أفراد العائلة يقعدوا مع بعضهم فترات أطول وبالتالي ظهرت نتائج العلاقات الغير سليمة بقلب الأسرة كان فيه اتصالات كتير كبيرة عم تجي على المنظمات من بيناتها أبعاد وغيرا من المنظمات لحالات عنف أسري في نسبة منها ودت لجرائم أسرية للأسف سامر سليلاتي لما نحكي عن سألت لما عن إذا في عندهم إحصاءات ووثقوة أنتو اليوم يعني شو بيّنت للدراسات أو للعملات شو تأثير هالعنف الأبوي على الولد؟ لما نحكي عن عنف أكيد بدنا نوصل لموضوع الأرقام نحنا بدرجة أساسية في عنا مصدر أرقام أساسي اللي هو الإحصاء المركزي هو المصدر الوطني للأحصاءات أكيد بالإضافة لأحصاءات طرفت فيها المعلومات اللي عنا من ناحية الجمعيات ومن ناحية لايقة الوطنية لشؤون المرأة وأكيد باقي الأجهزة المختصة بالأرقام الأرقام بتشير على أنه الارتفاع بالعنف هو وارد التأثير عليها تأثير قبل كل شيء على التربية على السلوك عند الولاد في عنا أثار نفسية في عنا حتى تسرب مدرسة عم نحكي على الولاد بالمرأة كمانا في أثار نفسية اجتماعية على الولد صمر بس بيكون في عم نحكي عن أثار نفسية بتتعلق بس بالعنف أو أنه يعني مثل ما قالت لما أنه الولد البي بيكون بعيد بيكون دوره بس أنه يعيل العيلة يعني ما في حنان ما في اهتمام ما في عطر أكيد نحنا عمنا صاعدان من الأسئلة لأنه سألت عن العنف أكيد العنف عنده كل هيدا الأثار من ناحية تانية لما ما نكون عم نحكي عن عنف لما نحكي حتى عن العيلة بصورة طبيعية للعيلة كمان الأدوار بقلب العيلة هيدا إلا أثر كبير إذا كانت الأم كل الوقت بالشغل ومعنا موجودة بالبيت هيدا بيأثر على الولاد غياب دور مثلا الأم إذا كانت هي عم تشتغل والعكس تماما إذا كان البي كل الوقت بالشغل مع بيعطي دوره للولاد كمان هيدا بيأثر وبيعطي ناقص وأثار معينة كمان عند الولد وحتى إذا بتنتبهي نحنا أولادنا كلهم بي لبنان بطلوا السعيدين أو بطلوا عايشين بحياة طبيعية متل ما كانوا يمكن من قبل أو قبل كل هيدا التحديات اللي نحنا عم نمرق فيها وكمانا بدنا نضيف على هيدا الموضوع حتى دور المرأة بالعمل هيدا يمكن زيت سلبا الأثار بقلب البيت لأنه إذا ما كان فيه تفاهم على هيدا الموضوع متل ما نحنا عم نطالب بإشراك المرأة بالشغل وتكون هي حدا عنصر اقتصادي وفاعل بقلب البيت كمانا بيهمنا أنه يكون الرجل كمانا بيدوره متل ما هو فاعل بالشغل كمانا يكون فاعل بقلب البيت تكون القاعدة الشراكة متساوية بقلب البيت وهيدا شي بيأدى لا توازن ولا استقرار وبينعكس كمان بطريقة مباشرة على التنمية المستدامة إن كان لعيالنا أو لمجتمعاتنا نعم لما قديش عم تشتغلوا من خلال برنامج أب كمان على الثقافة عند الأباء والرجال بالتحديد لأنه كتير منسمع أنه أنا عم بعمل واجباتي أنا مش مؤثر شي مع ولادي أنا كل شي بيتلبوا بجبلونيا أنا عم بشتغل ليلة نهار يعطيهم العافية بس هيدا بتكون عينة من الأسئلة من الأجوبة هذا البرنامج بالتحديد القاعدة الأساسية اللي إله والهدف الأساسي اللي إله إنه نضوع على هيدا الأفكار المرتبطة بالتنشئة اللي هي بس بتحدد دور الأب عملية الإنتاج نحنا بقلب هيدا الجلسات من حضر أرضية للأب يبلش يكون عم بيشارك غيره من الأباء كمان بالأفكار اللي دايما بتكون عم تنترح إنه هل هل أنا دوري فقط تكون إنتاجي وإذا كان هالدور الإنتاجي يمكن حتى بالأوضاع الاقتصادية مغيب لكن أنا دوري بيوقف هون فنحنا إذا بدك منخلق هيدا المساحة طي يقدروا هيدا الرجال يرجعوا يعيدوا التفكير بالأفكار والصور النمطية اللي خلقنا فيها وتربينا فيها بعاداتنا بتقليدنا بتنشئاتنا الاجتماعية تننقد هيدا الصور النمطية ونقول لأ دور الأب يتعدد دور الإنتاجي دوره كتير أساسي وكتير مهم بترك بصمة إيجابية عند الأطفال بشراكة مع الأم مشكلة حدا منفصلة عن بعضهم وبالتالي ساعدة لحنا قدر نشوف تغير بأداء هيدا الأدوار بقلب العيد بطريقة متوازنة بطريقة مشتركة وبطريقة تضمن وصول جميع الأشخاص بقلب العيدة للحقوق والوجبات المتوازنة طيب أنتوا مستهدفين الأسرة ككل الأب أكيد بشكل أساسي ولكن كمان الأم لدوري كتير مهم ولكن يوم نشوف أنه في تفاوض بالمجتمعات بالثقافات مختلفة بالأرياف بالمدن في عقليات مختلفة أنتوا هون من خلال برنامج أب كمان عم تتوجهوا لمجتمعات معينة لا للحقيقة هو للكل يقدم يمكن دايما المشترك هو تحديد أدوار محددة لكل حدا بقلب العيلة اللي منحاول نعمله بقلب هذا البرنامج نكون عم نوصل لكل فئات المجتمع عم نحكي عن الفئات اللي هي مجتمع لاجئ مجتمع مضيف أرياف مدن بكل المناطق وساعتها الفريق بيكون مدرب على أقلمة المواضيع اللي موجودة بقلبه بطريقة تناسب الثقافات العامة من دون ما نكون عم نعمل أي باكلاش ممكن يسبب بأنه نخسر هيدا نخسر الفئات المختلفة الفرصة بأنها تاخد برنامج أب سامر اليوم نحنا عم نعيش بتفكك عائل كتير كبير تفكك أسري كتير كبير هيدا البرنامج أنتوا عم بتقولوا لأنه فقط لا يعني الأب والأم الموجودين تحت سقف واحد يعني إذا كان في انفصال بالعائلة الولاد عم يتربوا مع البي أو مع الأم هيدا لا يستهدفون هالبرنامج؟ هلا صراحة بشكل أساسي البرنامج رح يطال كل العيال بلبنان بس عم نحكي أم وبي عائلة كاملة العيال اللي فيها تفكك اللي فيها انفصال أكيد ممكن تايويم نوع معين من الجلسات تايويم عدد معين يمكن من الأفكار يمكن ينعمل برنامج تانية برامج ملحقة بهيدا البرنامج برنامج أب صراحة هو فكرة أولى نموذجية نوصل فيها نحنا للعيلة لأنه نحنا بلبنان عنا برامج بطال المرأة عنا برامج بطال الطفل عنا برامج يمكن بطال كبار السن لحد معين لأنه يمكن هن الفئة أكتر ضعفاً مش ضعفاً تهميشاً بالمجتمع بينما هذا البرنامج بلش يوصل أول مرة ع بطال العيلة رح نبلش بهيدا ويرجع من بعد هيدا التجربة نحنا ملنا بعاد أبداً عن أنه نطال كل العيل إن كان بسقفتهم إن كان بخصوصيتهم إن كان بمناطقهم الجغرافية لأنه وهيدا الدليل تم تيويمه ليتناسب مع الكل حتى بكل جلسة فيه حتى يمكن الأشخاص اللي ما قادرين يكونوا عندهم عندهم أمية إلكترونية يمكن عندهم نوع من مشاكل بالمستوى العلمي كله إلو طريقة إنه نوصل لكل الفئات المجتمعية بقى كمان رح يبين عنا بالتستنج أو بالمرحلة اللي هي سنتجة عند أبعاد يمكن يبلشوا البرامج رح يبين هيدا المستجدات الحاجات حسب المجتمعات ممكن يصير فيه تيويم أو أكيد إن طال أكبر عدد لما جراضي فيه برنامج يعني الأهل بدهم يتسجلوا لياخدوا دورات دورات تدريبية بشو ومين الأهل مؤهلين إنه يكونوا عم بيشيركوا بهالدورات لحبلش بالنص الثاني مين أي رجل وامرأة متزوجين أو حتى هني مقبلين على الزواج في معايير يعني هني قبل مقبلين على الزواج أو متزوجين بانتظار طفل أو عندهم طفل بمرحلة الطفول المبكرة يعني عم نحكي من سفر لثمان سنوات فين يكونوا عم يتوجهوا على مراكزنا الموجودة على كافة الأراضي اللبنانية مراكز أبعاد ومراكز أبعاد بالمرحلة الأولى مراكز أبعاد بالمرحلة اللاحقة بالسن الجديد اللاح يكونوا كمان بكافة مراكز شؤون الاجتماعية مراكز أبعاد موجودة بسبع مراكز بكل المحافظات حاليا أو فين يكونوا عم يتوصلوا معنا على الرقم الآمن اللي هو 8178 8178 وبيبدوا جهوزيتهم لحتى يكونوا عم يشاركوا بالجلسات هي عبارة عن 13 جلسة من بينتها الجلسات في عدد معين بيكون عم يقدم مباشرة فقط للأباء كما ساحة خصوصية وخاصة لألهم يتبادلوا كل الأفكار اللي معقولة مرتبطة بتنشئتهم بعادتهم بتأليدهم مرتبطة بدورهم كأباء ومن بعدها في عدد من الجلسات اللي هنا ست جلسات بتصير بالشراكة مع الأمهات أو الزوجات اللي بنحكي فيها أكتر عن مهارات الولدية الإيجابية التأديب الإيجابي كيفية الحوار الفعال مع الطفل وكل الأمور المرتبطة بنماءه العاطفة والجسدة والزهنة والنفسة يعني نحنا عادة منكون عم نقدم هذا البرنامج مرة واحدة بالأسبوع لجلسة واحدة بتكون بين ساعة لساعة ونص وطبعاً بقلب المركز فيه كمين خدمات تانية مكملة خدمات تخصصية بحال كان فيه حاجة لأي خدمة متقدمة لماذا صفر لثمان سنوات فقط؟ يعني الأهل اللي عندهم أولاد بهالعمر هذا البرنامج بالتحديد هو لا هيد الفئة بالتحديد لأنه نعتبر أنه فئة الطفول المبكرة هي أول فترة الطفل بيكون عم بيكون شخصيته الأثار بتكون كبيرة عليه إذا كان فيه عندنا عنف بقلب العيلة أو فيه ولدية يمكن سلبية بتعاطي معه سوالتأثير بيكون بعض أكبر بكتير وهذا ما بينفق أنه غير أبي وغير أمه هيد أكيد فيه عندهم برامج تانية ممكن يكونوا عم يلجأ أولا بس لهذا البرنامج بالتحديد عم نحكي عن الطفول المبكرة مين رح يعطي سمر هالدورات أو هالاستشارات إذا فينا نسميها برنامج التدريب؟ هيد الدورات سراحة رح تكون هو أصلا البرنامج بيتوجه للاختصاصيين بالعمل الاجتماعي إن كان بالوزارة أو بالجمعيات وهن اللي رح يكونوا رح يحصلوا أصلا هن عندهم الخبرة ورح يحصلوا على التدريب المناسب قبل ما يباشروا بتنفيذ هيد الدورات يعني بسيكيات رح يكون فيه مؤشور؟ رح يكونوا اختصاصيين اجتماعيين اجتماعيين يعني عم نحكي عن أسيستانت سوسيال أو منشط اجتماعي يعني كل الأشخاص اللي هن تحت تسمية متخصصين بالعمل الاجتماعي هيدا بوقت لاحق يعني الأبعاد فيه رقم أنتوا بوقت لاحق رح تصيروا تستقبلوا بمراكز كل المراكز تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية؟ نحنا مراكزنا تقريبا هي 200 مركز خدمات إنمائية منتشر بكل الأراضي اللبنانية نحنا من بعد ما يصير فيه تدريب للإدارة المركزية وتدريب لفريق العمل رح يكون التنفيذ بالتعاون بينهم وبين الاختصاصيين كمان اللي بقلب المراكز ورح يطالوا الأسر أو المستهدفين بهيد المناطق اللي هي منتشرة بكل لبنان أكيد رح نجع نشوف بالسنة المقبلة لأن نحنا مع أبعاد عم نخطط للسنة اللي جاي وبناء على خبرتهم كمان لأنه هني بلشوا بالتستينج يعني قبلنا بهيد الفترة قبل حتى عملية الإطلاق رح نرتكز على هيد التجربة ورح نرجع نشوف نحنا أي مناطق يمكن هي نبلش فيها بشكل أساسي أي مناطق جاهزة أكتر فريق العمل الموجود وين رح يتواجد بشكل أساسي وكمان وضعين أرقام أو بيقدروا يتسجلوا أونلاين ولا كمان للطريقة كوزارة شؤون بعد مشواهة نحنا في عنا رقام للوزارة بشكل أساسي يمكن بالإدارة المركزية بس هي المراكز موجودة بكل الضياع يعني هني بيقدروا يتوجهوا حتى من دون ما يكون فيه تليفون وفيه أرقام لكل المراكز بس هي أقرب لإلهم أنه يكونوا عم يتوجهوا وهن أصلا عم يستفيدوا من هيدا المراكز من خدمات صحية وعم بيزوروا المراكز باستمرار بقى يمكن عملية أنه نوصل للعيال رح تكون هينة بس عملية أسهل طبعا بس عملية إشراكهم أو تغيير هالسقاف الموجود هيدا يمكن رح تكون ما مننكر رح يمكن تشكل تحدي بس منطمح أكيد أنه تكون للإيجابية أكيد لما أنا كبي أو كأم عم بسمع هلا عم بسمع عن هيدا البرنامج كيف بديك تقنعي أهل أنه هيدا رح تفيدكن يعني هيدا البرنامج إذا أنتو خضعتوا لإلو إذا أنتو تشاركتوا فيه هو مجاني طبعا مجاني طبعا طبعا لا أكيد أكيد مجاني كافة الخدمات أصلا لتقدم بأبعاده بالوزارة هي بشكل مجاني تقول هيدا أساس لأنه مهمة اليوم نعرف الناس عندها متطلبات كتير قوية كيف بديك تقنعيون أنه هيدا رح يفيدكن وبشو رح يفيدكن لحنا نطلق بس من فكرة هنه وين بديوا يشوفوا ابنهم بعد عدد من السنوات ابنهم أو بنتهم خلال المستقبل القريب أو المستقبل البعيد هنه كيف حبين يكونوا عم بيشوفوه عم بيشوفوه عنده أثار نفسية صعبة مع اترابات نفسية صعبة عم بتحييك إذا بديك مهامه اليومية وقدرته على وصول لطموحاته وتحيي أحلامه ولا عبيلهم يشوفوا طفل سوي نفسيا وجسديا وفكريا بدي أقلهم بكل بسطة أنه هذا البرنامج عم يخلق لهم فرصة تيكونوا عم بيربوا طفل أو طفلة سوي جسديا ونفسيا وعاطفيا سمر لما حكيت على البعيد خلينا كمان نشوف على القريب يمكن هيدا حلوة كمان نضوي عليها نحن الأشخاص اللي رح يتم استهدافهم عبر مراكز الخدمات هنا أشخاص رح يكونوا بيعرفون بالمركز رح يقربونهم كمان الفكرة أكتر خاصة للي هنه مقبلين على الزواج أو أنه إذا متزوجين ونطرين ولد لأنه ممكن يكونوا عندهم أولاد لعمر 8 سنين لأنه عم نحكي عن طفولة مبكرة أو ممكن يكونوا منتظرين ولد على باب أنه يكون عندهم ولد غير كمان أنه ممكن نكون عم نقلهم عن البرنامج شو هو شو بيطال يعني رح يقلهم رح يقل اللي بدوا يكون عم يستهدفون أو يستقطبون لهيدا البرنامج رح يقلهم أنه شو دور البي بالبيت؟ شو دور الام؟ حابين تعرفوا أكتر أدي عمل السئب يلعب دوره أنه أنا بيقلب البيت هل أنا جاهز يكون باي أو جاهز يكون ام؟ هذا يمكن بيأثروا كمانا بالكوبل غير أنه اللي عنده ولد وبيفكر لبعدين بعد 20 سنة وكمانا بحب دوي على موضوع بقلب اللقاءات هنا بيمرقوا على الحاجات الأساسية عند الولد على موضوع البكة على موضوع التعاطف هيدا يمكن عنوين أو كلمات إذا تم تدولها مع العيل أو مع اللي بيجوا دايما على المركز المترددين إلى المركز للحصول على خدمات هيدا يمكن أفكار ممكن تضوي براسهم يمكن يرفض الفكرة يمكن يقول لها أنا ما بدي يمكن يقول لها أنا ما بقبل أنه مرتا تجي تشارك بس أنا بيجي بشارك بعدين يمكن يجوا عيغير رأيه يشوف أنه في غير عالم قادرين يشاركه هيدا أمور كمانا بتصير بالمشاهدات اليومية أو بالزيارات اليومية بتغير لهم أفكارهم وهي راح تكون عم بتحسن لحتى يجوا يشاركوا وعن تجربة كمانا بالبيلوتينج وحتى عن تجربة هلا اللي عم بتصير بتحسن أكتر أنه يكونوا عم بيشاركوا وأكيد بقلب الجلسات في عنا تصور ابني بعد عشرين سنة كيف بدو يكون؟ ما بعرف إذا بتوافقوني تنينيتكن الرأي أي عائلة هيك عندها ولد أو أكتر من ولد بتحسوا غير سعيد بتحسوا أنه عم تتغير تصرفاته يسألوا حالهم الأهل معقولة نحنا نكون سبب لما يطرحوا يمكننا على الأهل على حالهم السؤال ممكن يعرفوا ويستفيدوا من خبرات اللي أنتوا عم بتقدموها كأبعاد بي وكوزارة شؤون ببرنامج أب ما بعرف يعني أنا ما بدي حمل الأهل كتير بس أوقاتاً يمكن عدم معرفتنا وعدم حصولنا على المعلومات بطريقة صحيحة هو سبب من أسباب تربية طفل غير سعيد فإذا عنا هالفرصة ناخد هالمعلومات وناخد هالمهارات فليل ما مناخدها بدأ أشكركم أهلا وسهلا فيكم سامارس ليليتي رئيسة دائرة شؤون الأسرة بالإنابي بوزارة شؤون الاجتماعية أهلا وسهلا فيك شكراً لما جرى دي منسقة البرامج الوقائية بمنظمة أبعاد شكراً لإلك لما كمانا شكر للأصدقاء المشهدين والمستمعين يلي تابعونا اشتركوا في القناة